السلام عليكم معكم مؤيد شعبان ان شاء الله اليوم رح نشرح عن Streptococcus Biogenes بطريقة Symbolic Mind Map زي دا اماننا نحكي ليش اخترنا الماب الموجودة عنا هون اول اشي من الاسم Strept معناها Arranged In Lines فعنا هون Lines وCoccus كلهم دوائر فهم كوكاي موجودين وين مكان هدول Lines او الدوائر نفسهم عملوننا مستشفى كاملة هاي المستشفى سميناها Jones Hospital ليش سميناها Jones Hospital عشان في Jones Criteria لالdiagnosis for Acute Traumatic Fever والأكيوت Glomerulonephritis طبعا هدول الcomplications طبعون Streptococcus Biogenes Biogenes Infection المهم هلأ نحكي عن المورفولوجي المورفولوجي اكيد انتوا رح تحكوا لي اياه لانه هي واضع عنا بما انه ازرق ازرق بما انهم دوائر ازرق و بما انه arranged in lines او حتى ان ناسمها فهي انهم الarrangement طبعهم in lines هلأنا نحكي بالنسبة ل virulence factors virulence factors في هون عنا شخصيات بدها تهجم على المستشفى وتخلي العينين استعملوا زي هاي الصورة تقريبا صورة بتشبهها فضلت مع الافراسي فسويتها زي البوابة للمستشفى اه ثاني اشي في عنا اه طائية فوق الباب ليش طائية هلا بنحكي لكم ليش طائية اللي هو ال M protein ال M protein هدا بساعد على colonization على ال skin فهي في عنا هاند وعليها M فهدا بيدللنا انه colonization of the skin وفي هون زي ضو او alarm لحد جنب ال M protein هدا بشبه مين بشبه الماكروفيج بس الماكروفيج مسكرتمها ليش لانه هو بعمل escape لل phagocytosis في عنا كمان variance factor لل colonization اللي هو F protein وحل قلنا بالنسبة للبروتين انه هو زي علبة ال protein تبعون ال bodybuilders بس هون عساس نطبقها للقصة كلها فممكن تكون زي سلة زبالة او امتكة اي حدا بدخل للمستشفى وبدخن او معه اي شي لازم يكوبه قبل ما يدخل المستشفى لانه ممنوع التدخين في المستشفى هلا نروح على various factors تبعون antiphagocytosis المهم antiphagocytosis هدول تمثلين بشخصية حارس المستشفى حارس المستشفى لابس طائية اللي قلنا هي ال M-protein هيعرفنا ليش هي الطائية كمان برضو لابس بدلة نوع البدلة هاي حيالو قصدهم فيها حيالو eurenic acid وهذا البدلة زي كله هو متخفي فيه حتى هو حط النظرات فمنظر زي كله متخفي ليش لانه هادا الحيالو eurenic acid بيشبه ال connective tissue فالجسم بيعتبروش foreign body فهو بعمل برضو escape لل phagocytosis فيه برضو الحارس هادا لازم يكون معه إسلاح عشان يدافع عن أي حدا بده يهجم على المستشفى فمعه زي منجل هادا هو الإسلاح تابعه بس المنجل تابعنا هو سمينا C5A protease ليش لانه المنجل لو انشأ ليبه شوي بيطلع منظره زي حار LC هلو نحكي على various factors الثانيين في عنا Streptokinase Streptokinase إحنا سمعين كلمة kinase قبل هيك اللي هي كانت بالstaph aureus في عنا staph kinase المهم بس هذا كله strept مش staph زي هدي كانت عنب هذا لا كله strept بس عشان يذكرنا وبرضو شايفين انه فيه اشي جديد اللي هي طائية المحارب ليش طائية المحارب مكتوب عليها عشرة لأنه هو أقوى من staph kinase تبع staphylococcus aureus بعشر مرات فعشان هيك احنا بنستعمله في علاج المايكاردي الانفركشن عشان ندوب لبلود كلوت وهي في عنا هون الفايبرين لأنه قلنا أول انه اسمه الثاني فايبرين اللايسن فهو بقطع الفايبرين في عنا الهيم اللايسن برضو شفنا في وفي عنا نوعين في عنا O و S نوع O Immunogenic كيف لأنه زي كنو O بصيح فهو بجيب البلوة لحاله فهو Immunogenic S هو Stable S مع S Oxygen Stable فعشان هيك احنا بس نحفظ نقطة على كل واحد والتاني بكون عكسه مثلا Oxygen Stable لل S فال O بكون Oxygen لبيل O Immunogenic فبكون S مش Immunogenic هلا بالنسبة لل Streptococcal Pyrogenic Toxins اللي هم بستعملوا Super Antigen Toxin بالنسبة لإشارة Superman إحنا استخدمناها قبل هيك فبس هون Superman شخصيا أجب يهجم على المستشفى وفي عنا أكتر من Toxin من Streptococcal Pyrogenic Toxin أول Toxin اللي هو Toxin A اللي بعمل Scarlet Fever Scarlet Fever اللي بتصير بتعمل Red Rage وحتى يعني هون شايفين زي كنه Superman ماسك في إيده طفل وطلع لسان طالع زي الفراولة فهو بعمل لنا Strawberry Tongue هلا بالنسبة ل Toxin B عنا Superman هون ماسك عضلة يعني مش مكافيينه عضلاته الموجودين هون برضو كمان ماسك عضلة هاي العضلة حواليها البكتيريا Toxin B اللي هو Proteas B مع P بعمل لنا Necrotizing Faschitis وبرضو في عندنا كمان Toxin 3 اللي هو C هلا في كمان Other Virenus Factor غير Invasions Other Invasions حتى في عندنا Nuclease فهاي عندنا زي Nuclease فيها DNA بس نكسر فهي Nuclease وفي عندنا هاي الإشارة برضو استعملناها في Staff Staff Aureus إنه إشارة حركة إنه فيه أشياء عن تتحرك هون اللي هو Hyaluronidase اللي هو بعمل على spread بس هون الثلاثة streptokinase و muclease وهي hyaluronidase بعملوا بساعدوا على spread فعشان نربطهم مع بعض في عندنا streptokinase زدت الطابع على الأرض أو الكرة على الأرض ففعت وطلعت بكتيريا تانية وطارت في الهواء أو انتشرت فهدا كلهم الثلاثة بساعدوا على spread حلا بنا نحكي بالنسبة لل infections بالنسبة لل infections في عنا local infections في عنا pharyngeitis هون pharynx ملتهب في عنا strawberry tongue scarlet fever الفراولة طالعة بدل الإلسان في عنا برضو tensulitis هلا عادة الدكاترة بيحكوا للبيعيشن تقول آه عشان يفحصوا بس هادا الدكتور عنا بقوله say ice ليش say ice عساس يقولنا بالنسبة لل skin and soft tissue infections على skin and soft tissue infections هاي هون زي mnemonic عساس تذكرنا فيهم بكلمة ice حرف الآي في عنا l-empetigo l-empetigo هادا هو inflammation في superficial infections وبطلع زي cross هاي في عنا صورة هون عساس توضح l-infection هادا برضو بالنسبة لحرف c- في عنا cellulitis اللي هو infection في deep layers of the skin وفي عنا بحرف l- اللي هو l-aracipalus بالنسبة l-aracipalus معناها في العربي الحمرى هي نوع من cellulitis بس معناها في العربي الحمرى فحطيت كل ايده حمرى هلا بالنسبة ل invasive infections بالنسبة لل invasive infections في عنا el-purperal fever purple fever عادة بتكون في pregnant women بتصير هو يعني مرض خطير بيهدد الحياة المهم بصير في عنا infection في endometrium و surrounding structures وممكن يعمل لنا toxic shock فهي ال-pregnant هون مش عم بتولد هي مصدومة فهذا بضل لنا على shock وبرضو ممكن يعمل لنا septicemia أوكي هلا في عنا كمان اشي اللي هو toxic shock syndrome هلا هذا هو إشارة toxic shock syndrome إحنا استعملناها بفيديو staff aureus وكانت هي عبارة عن علبة always لأنه كان السبب الأول هو tampons اللي بيستعملوهم young menstruating women المهن المهن في عنا هذا toxic shock syndrome بس هذا كان number one بس هذا عنا التوكسن هو a b and c تمام هلا بالنسبة ل complications الممكن يعملها في عنا shock هاي وجه المصطوم ممكن يعمل لنا acute respiratory distress syndrome فهاي عنده lungs distress وممكن يعمل لنا برضو kidney failure اللي هي هاي كدني مكسورة عم بتطلع uran وكمان في عنا el necrotizing fasciitis necrotizing fasciitis و toxic shock syndrome هدول مع شارة superman اللي هي super antigen mechanism toxin أوكي هلا بنا نحكي على acute endocarditis بالنسبة ل acute endocarditis بالنسبة acute في عنا ECG هاي بيتموت يعني fatal ففي عنا ECG بلش انو عادي بس هدا بدل انو acute بالنسبة ال endocarditis هو inflammation of valves ممكن يصيب ال valves normal فهي مبسوط او ال valves مش normal فهي زعلان بالنسبة ل diagnosis ال diagnosis على السطوع فهون نلاحظ انو ال mind map هون رائع عنا في عنا variance factors البرة عم بيقاتلوا بالنسبة ل diseases في عنا الطابق الاول والطابق التاني complications الطابق الثالث وبالنسبة ال diagnosis هو على السطوح وال treatment موجود على الجناب فبالامتحان ان شاء الله كلهم رح نتذكرهم بصير نحكي انو ال diagnosis كان فوق الفيديو وكان برا الاخيرين بالنسبة ال diagnosis في عنا ال specimens ناخد throat swab وبرضو pus blood فحنا دمجناهم حسب الالوان pus لونه أصفر وال blood لونه أحمر احمر بالنسبة لل direct detection اللي بناخده من ال swab بنستعمل يعني بنعمل detection لل antibody A بالنسبة لل لانسفيلد جون hospital هي نحكي ممكن زي ركب نحكي number one فهي level A هاي أحسن مستشفى اوكي بالنسبة برضو ل gram stain smears gram stain smears عنا هون بناخدهم من skin وال soft tissue وهي هون زي انو حطينا غيرنا اللون بس عشان تذكرنا انو هي تبعت skin وال soft tissue بالنسبة ل cultivation زي step aureus عنا blood agar طبعا لا اي اشي غير البلد بس اذا كان في ال بلد بناخد blood culture technique بالنسبة ل identification المorphology اكيد انتو راح تحكو لي gram positive arranged in lines و cocci تمام بالنسبة ل البلد agar beta hemolysis هو complete hemolysis برضو في عنا اشي اللي هو packet racine packet راسين ممكن احنا اعمالها هون packet زي packet هو packet معناها وطالع منه راسين هاي فيه راس واحد وراس ثاني تمام هاي هي البكتيريا هو البكترسين عم بيهاجم البكتيريا هاي فهاي عم بضرب فيها فهي بتعتبر بكترسين sensitive غير انه هي sensitive كمان بكترسين عم بيخوف البسة او القطة الموجودة هون موجودة فهي صارت ده توقع زي كنه توقع عن المستشفى عن الاسطوع فعنا اذا بما انها راح توقع وزال انا اذا catalase negative وكمان بتحول انه تمسك في agglutination اللي هو antibody A فبرضو احنا بنستعمل agglutination by group A antibody هلا بالنسبة ل treatment في عنا treatment penicillin هو treatment قلنا pen ألم حبر penicillin وهاي عم بيكسر البكتيريا في عنا erythromycin erythromycin معناها أحمر وميسن هم من الميسين اللي قلنا عنهم أول هاي 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 بيكسر بردو في عنا long term penicillin بالنسبة ل complications ان شاء الله راح يكونوا في الفيديو الجاي وبتمنى أكون نافتكم في streptococcus biogenes وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر